أهلاً بيكو، احنا النهاردة في الشروم بتاعة جونا بلاس ومعنا أستاذ هايسم سامير، هادة في جونا بلاس ومعنا أستاذ ماروان يونس، ريزدنت في جونا أكبر شهادة للخدمات اللي بقتمها جونا بلاس الشخص اللي هو بيستخدم خدمات جونا بلاس يقول لنا شوية إيجابات أهلاً بيك يا ماروان معنا شكراً لأننا عارفة أن احنا طلبين منك ده لأن انت بالنسبة لنا هتبقى مثل لأي حد عنده بيت في جونا وعاوز يستخدم خدمات جونا بلاس عرفت إزاي عن جونا بلاس؟ والله كده كنت through the social media platform شفت الanniversary كنت تقليباً عاملين very nice movie coverage كده على anniversary بتاع جونا بلاس ويintroduce the interior designers والقصة دي فعجبتني جداً الفكرة دي لأني كنت بغضى بالبيت وما كنتش عارف عايزة بتدي اوضبه و I don't know from where to start فعرفت من القصة دي وانبسطت جداً فيه حاجة زي كده حصلت أخيراً طيب عرفت بقى لما قلت أنا عاوزة أستخدم السيربس دي أو أعرف هي عبارة عن إيه؟ كانت إيه أول خطوة عملتها عشان توصل لأول خطف إن انت تبتدي الإكسپيرينس بتاع تجونا بلاس؟ القصة أنا كنت نشاري البيت بقى لي خمس سنين تقريباً وما كنتش بغضبه في الأول ولا حاجة وبعدين قررنا نغضبه السنة اللي فاتت and then I met lots of designers واللي يقول لي تقدر تعمل في البيت كذا وتقدر تعمل في البيت كذا يعني it was very بس كله pending on جونا approvals وهو جونا will perceive things والكلام ده كله فإن انت ممكن تعود تشتغلي مع ديزاينر على خيال علمي وبعدين تيجي تنفيزيه على أرض الواقع تلاقي فجأة أن انت ارتبطت بديزاينر في الآخر ودفعتي فلوس and then it cannot be applied because they don't know what's happening in there هي للجونا لها اختصاصات أي أعمال إنشائية أو معمارية لازم بيوفي موافقات المشكلة لما زي حضرتك لما روحت لديزاينر أو مصمم داخلي عشان يعرف فيه خطة صريح أنه يعمل أعمال إنشائية أو معمارية في جونا لازم بيمر على الإدارة الهندسية توافق حفاظا على المنشأ وحفاظا على كل حاجة فبالتالي فعلا أنا عارف أنه بيبقى فيه مصامين وعاوزين يعملوا حاجة جميلة جدا مشاطرين جدا وكل حاجة بس they don't know what is required حكينا بقى how you got found the gula plus يعني تجربتك بتاديد بقى بالزبط زي ما قلتلك بالزبط كده بعدين I asked who's handling this وكده فI got introduced للرغل الجميل very helpful بصراحة very welcoming ومريح جدا وأولا ما كلمت وقاللي أي حاجة أنت عايزها I'll handle it for you and don't worry it's a very easy process وكلم ده and this is how it started عدت معهم التلات and then I finally chose someone واحد من الديزайнers واحد من الديزайнers بالزبط ووانسا أنا أجوزهم لقيت جونا بلاس فعلا بعديها بساعتين بعد ما عدت معاه واخترته اتفاقنا أنه هو he will proceed لقيتهم فعلا حد بيكلمني من المكتب and then بيقول لي أنا هتابع معك كل الإجراءات how we go through اللي فيه شكلها عامل كذا ال schedule شكله عامل كذا وعايز أقول حاجة إن أنا زي ما بقولك ضايا 9 شهور أنا ما باستخدمش البيت ومش عارف أجي الجونا وعايز أجي لا تجد لي وكنت بتوعد في قوتال في قوتال وكلام ده نتيجة إن أنا أشيل الفانيتشر اللي موجود في البيت وأطلعه بره بالذات إنهم مش بيت جديد من البيوت القديمة ما أحتفل نقول على فكرة هم هنا كاتبين إن ممكن تدي لبيتك facelift يعني هي معمولة مش بس اللي اشتروا جديد بالعكس اللي عندهم بيوت مرة عليها وقت يجددوها ودي الكيس بتاعتي الحقيقي أنا قصدي مش حاجات من ال deliverables الجديدة بتاعت التسليمات الجديدة مصبوط فهو بيت من زمانه وكده مصبوط وبس فاخترت اخترت ال designer and then the process went well وأخدت دفعت الفلوس دي أهم حاجة اللي هي initial fees بتاعت design fees أنت بتعرف منين المهندس اللي أنت اخترت ونقل علي العشرة اللي أنا شفتهم هم دي selected the best المبوضين في مصر وكلها أسامي كبيرة جدا الاختيار كان based على التيست وبرضو الواحد بص على الportfolios قبل ما يختار بصيت على الportfolios وعلى الناس دخلت على ال pages بتاعتهم أو الportfolios بتاعهم and I understand كلهم عالين بس هي أزواق في الآخر وكل واحد عنده زوقه وارتاح كمان بترتاح وتلاقي chemistry لذيذة فالدنيا بتمشي ودلوقتي يا هيسام أنا شايفة أن من أكتر وأهم الخدمات اللي جونا بلاس بتقدمها أنها بتبقى كأنها free consultant لأنها جزء من العلاقة دي طول الوقت فبتضمن أولا أن كل حاجة بتعمل صح وحتى بتضمن pricing أنه بقى صح لأنه guaranteed by ورسكم وفي نفس الوقت أنا بقولك الميزات اللي أنت برضو يعني إحنا مش أخدين بالنا لأن أنا مثلا بفكر لو بعمل بيت مع مهندس طب أنا أعرف مين الحاجة بتعمل دي صح بغض النظر حتى لو عمل حاجات واخد تصريحات وكل حاجة طب ده هم بقوا استشاري ببلاش بيبصلك على أعمالك بيشوفه فكلمني عن دور جونا بلاس بعد ما هو اتفق مع ديزاك يا دي نقطة مهمة جدا لأن احنا دورنا بيبتدي من البداية وهو بيسيلكت ديزاينر زي ما بالزبط كان بيقول احنا النهاردة بنقعد معاه بيدينا بريف هو عايز بيته يبقى طالع ازاي وده بيساهل علينا لأن كل ديزاينر مميز في حتة فيها حد مميز في البيتش هاوس فيها حد مميز في الانترنير حد مميز في الانسكيب فبنشوف التيست بتاعه والديركشن اللي هو عايز يروح له وبنختار تلاتة عشان يقدر ان هو نبقى محددين له الاختيارات ما ديبقاش واسعة لأكتر من عشرة وعشرة كلهم ممتازين فبيختار على الأساس ده الدييركشن اللي هو عايز يروح له and then once when هو بقى ابتدى خلي بالك النقطة دي فيها حتتين حتة اللي هي انه قريدي الجونة ليها طابقة مميز وليها جايد لاينز معينة وده اللي خليها الجونة في 35 سنة النهاردة الجونة بتحتفظ بالاركتاكتشر بتاعها في البيوت القديمة في الفيزيز في الفنادير وإن في الجديد في كل حاجة فممكن يبقى هو بيعمل حاجة صح ورايح لديركشن صح بس مش مناسب للجونة فاحنا النهاردة من أول يوم واحنا عاديين بنتفق بنقوله خلي بالك الجايد لاينز هنا في النيبروود دي في المنطقة دي ده الحدود اللي احنا بنقدر نشتغل فيها حاجة تانية بقى احنا النهاردة بنبتدي فيه اللي هو السوبرفاجين أو الكونسالتنس إذا ما انت كنت بتقوله اللي احنا بنسوبرفاجز على الدزاينر والمقاول والكلينت لانه الترانجل كله نوعي بقى موجود ودي الأول مرة بتحصل في مصر يبقى فيه الكلاينت والدزاينر والديفاليبر ده بيسهل كلنا عادين على ترابيزة واحدة كلنا شايفين الديركشن اللي احنا رايحان له الرود ماب بتاعتنا فبنقدر ان احنا نصرع في البروزيس ونمشي على الخطوات مظبوطة يا الفكرة برضو بتاعت الجونا بلاس اللي انا طبعا في التقلبات الأسعار اليومية اللي احنا فيها اللي انا يعني شايفان ميزة رهيبة لما بتتفق مع الجونا بلاس وبيع فيه كوتيشن وخلاص اتفقتوا عليها لو الأسعار غليت مش زي بقى اي مقاول حيقولك مليش دعوة دي الأسعار الجديدة لأ once اتفقت أوراسكم بتضمن لك ان الأسعار اللي اتفق عليها دي هتكمل ودي قوة developer clear زي أوراسكم مش كتير يعملوا انا كاكلاين كمان او ككده لما بلاقي there is ownership للموضوع ده بيسأل يعني to get lost in different places الديزاينر عمل مش عارف ايه الcontractor مش عارف عمل ايه الapprovals ما جاتش فين لأ انا عندي النهاردة one point of contact بفهم بالزبط ايه اللي بيحصل ان شاء الله ما يبقاش فيه مشاكل بس if there is a problem at least someone responsible can solve the problem if there is كلمة اللي انتي قلتيها من شوية اللي هي بتاعة الأسعار it's a big question mark فأحسن حاجة تتعاملي مع الناس اللي بنوا developer already اللي هو عارف ايه المaterials اللي تمشي خدي بالك في ديزاينر بيديلك زي ما عيسن بيقول super wow بس تيجي بقى جو الجونة لو فيه تراب مطر مش عارف ايه ودي حاجة طبيعية معارضة للظروف الجوية لا دي نوع بقى اتليز بقى اتليز بقى اتليز فالتناسق ده ان كل حاجة اتعملت في البيت اتعملت في المكان الصح طبعا بيكلفك يمكن احنا احنا كنا لسه شو بنتكلم في الموضوع ده لسه ودي حتة مهمة انا بشوفها مهمة جدا ليه لان النهاردة اللي جاي الجونة جاي enjoy وانا عندي خمسين جنسية موجودة تقريبا او almost خمسين جنسية مختلفة موجودة في الجونة ومعظم حتى الناس اللي بيشتروا في الجونة international clients وeven اللي موجودين زي ما انت قلت في القاهرة فالنهاردة ما بيجوا الجونة جاي عايزي enjoy الجونة عايزي استمتع بوقته في الجونة مش عايز بقى لسه هجيب دي منين طب هكلم هاوسكيبينج ييجي طب هكلم هنزل مش عارف هجيب كل ده احنا بنحله بنحله at some point في السايكل بتاعتنا وفي البروست بتاعتنا بنيجي لقول له بص احنا قربنا نسلم البيت فتعال النهاردة نشوف بقى الفرنتر سيلكشن او الفرش اللي انت عايزه يبقى عامل ازاي فبنبتدي بنخش بقى في المدخلة دي ويبتدي يختار بيقول لي برضو الفكر اللي في دماغه ماشي ازاي بنبتدي نشتغل عليه بنبتدي نوريره الرسومات ونبتدي نوريره الصور اللي هو يبقى بيته بطلع بالطريقة المناسبة وقبطه ايضا دلوقتي الجروسريز اللي بتبقى موجودة في التلاجة بنقدر نمليهلك انت بتيجي تحط شنطة قدومك نقط في البول نقط في البول ده بجد وانا سلمنا قريدي حاجات كده اللي احلى كمان من كده انه هو اشترى كمان بيته ماضطر شنوه ييجي مصر الانت مناشنال سيلز تيم عندنا اتعامل معاه اتعاقد استلم بيته وليسه قريب وهو كل ده بيرتشوال بنتكلم معاه اختار الديزاينر اختار الفرنتش كله اونلاين اختار كل حاجة اونلاين البيمنز كمان اونلاين جي بيته وهو فعلا فيه كل حاجة حط شنطته فعلا تفرج على البيت اعجبوا البيت جدا خدوا لدوا راحوا البوت على طول كان بيحكي لنا الانه كان لسه شاري بيت في بلد تانية غير مصر ما عاش الانه الانه وقديه هو مستمتع بالانه اللي هو عاشها في الجونة بسبب الموضوع وفكرت ان انت بتتعامل مع شركة باسم وراسك ده اللي بقوله في الاخر ده اللي بقوله في الاخر يعني بقولك موضوع الانرشب انه فيه اونرشب للموضوع نفسه لو هو النهارده عايز يستمتع بالبيت بقدر ان انا قدمله الهوم سيروسيز بتاعنا زي هاوسكيبنج كونسيرج عايز يحجي ثبوت انت عارف ان جونة بلاس اول بلاتفور يتعمل بالشكل ده بالخدمات دي عند اي ديفلبر احنا نقدم خانصب جديد بالزبط يعني الحاجة دي بتقدم في البراند براند أبارتمنس أو براند رازدنس دي اللي بتتقدم فيها انما تعملي حاجة عالي سكيل ده بالشكل ده it's not easy و it's new و دي اهمها و دي مهمة جدا ان انت النهارده يبقى trusted brand هو اللي مسؤول عن السايكل بتاعتك أو الستيك كلها في الجونة بتخليك متطمن وانت جاي حقيقي انا بشكركم بشكر قرسكم بشكر جونة بلاس على الخدمة دي لان حقيقة مفيدة وهي فعلا تاني بتوفر وقت وبتوفر فلوس وتوفر يعني مجهود ممكن بني قدم وقت في الوقت ده يشتغل ويعمل فلوس عشان يتفاح لحضرتك بالزبط جدا احنا سعداء جدا جدا بيك احنا كمان جدا و ماروان نتمنى لك طبعا ان انت بيتك ده تقضي فيها وقات سعيدة انا متطمن الحمد لله وانت كده تطمن هنتقبل تاني بعد انتقبل بيتك جيد مع شروع اكيد و انا نفسي جدا فعلا ان احنا لما نخلص خلاص عايزين نبص على البيت لذي احنا للمشاهدين انه هو بالزبط نعم الهوزوارمين جيد لجدا للجونة بلس يالله اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك انا سعداء بيك و سعداء نحن قدرنا نشرح الخدمات اللي فعلا أنا شايفها ما فير زيها اللي بتقدمها جونة بلاس اهلا بيك اهلا بيك شكرا اهلا بيك